السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعداء جدا بوجودنا معاكم النهاردة وسعداء أكتر أنكم من اختار هذا الدرس أنتوا اللي اخترتوا نتكلم النهاردة عن أسباب تأخر الدورة معاكم دكتورة ريهام الشال أخصائي طب وجراحات النساء والتوليد وتأخر الإنجاب نبدأ بسم الله تأخر الدورة هو يمكن المشكلة القائمة اللي بنشوفها على مستوى كل السيدات في كل الأعمار سواء كانت بنوتة أو كانت أم في فترة الخصوبة أو كانت سيدة في فترة ما قبل انقطاع الدورة وهي مش عارفة إيه أسباب انقطاع أو أسباب تأخر الدورة يعني إحنا عشانا نتكلم عن تأخر الدورة هنتكلم عن التلات مراحل دول تمام؟ بالضبط كده يعني نبدأ أننا نقسم أن انقطاع الدورة بيحصل عند البنوتة لأسباب بيحصل عند الأم أو السيدات اللي في مرحلة الخصوبة اللي هم في فترة الزواج سيدة متزوجة وفي مرحلة خصوبة ولفترة ما قبل انقطاع الدورة في النوعين الآخرينيين أو في الترافين الآخرين اللي هي الأم أو فترة الخصوبة أو حول فترة انقطاع الدورة بنطلب منهم اختبارات حاملة وإحنا مغمضين تمام؟ إذا من أهم الأسباب والسعب رقم واحد والسعب الأول والأخير هو سبب أن يكون في حمل طيب أمال البنوتات لما نقول أن الدورة عندهم اتأخرت بنبدأ نطلب منهم إيه؟ نطلب منهم حاجات مهمة جدا جدا ودي هنكمل بيها مع مين؟ مع النوعين أو مع الحالتين التانيين يبقى الحالات اللي في فترة الخصوبة وفترة ما حاولا قطاع الدورة اللي احنا برضو مازالت يعتبر في أطراف الخصوبة ونطلب منهم أنهم يعملوا اختبار ما عدا هذا بنطلب منهم كل الحاجات الباقية اللي هتطلب للفتيات أيضا أهم وأبسط وأبسط شيء ممكن نطلبه في حالات انقطاع الدورة أو من أهم وأبسط أسبابها هي الضعف العام الأنيميا اضطرابات التغذية عندها مشاكل في التغذية نسبة الأنيميا عندها ضعيفة جدا لقدر الله عندها مشاكل في نقص في نوع معي من أنواع الفيتامينات ومسبب لها اطرابات في جسمها كله وبالتالي أدى إلى الضعف العام من ضمنها المشاكل العامة زي اطرابات ما يسهم بتكيس المبايت أو لقدر الله مشاكل السكر أو مشاكل الغدة الدراقية أو مشاكل لقدر الله والطرابات الغدة الكزرية وهورمون الكورتزون يعني إذن إحنا فيه أسباب كتيرة جدا ولكنها أسباب عامة عامة وليست موضعية أسباب في الجسم كله ممكن تؤثر على اطرابات الدورة وأفسطها زي ما قلنا نسبة الأنيميا اللي للأسف موجودة عند نسبة كبيرة جدا من بناتنا في مجتمعاتنا الشرقية طيب إحنا عايزين نتكلم عن الأسباب الموضعية بأسباب تأخر الدورة عندنا أسباب موضعية وهي أهمة جدا جدا ومن أهم هذه الأسباب هي تأخر الدورة الأولي يعني إيه تأخر الدورة الأولي يعني البنوتة دي ما جتلاش دورة من الأساس ودي إن شاء الله هنتكلم عنها في درس منفصل لوحدها وفي أسباب أخرى ثانوية وهي أسباب اضطرابات الدورة اللي بتحصل عند زي ما قلنا نسبة كبيرة جدا من البنات من أهم الأسباب الموضعية اللي ممكن تؤدي إلى اضطراب الدورة هو سبب موضعي ولكنه عام بمعنى إيه؟ بمعنى إنه مثلا ما يسمى بأكياس كيس على المبيض وليس بتكياسات كيس على المبيض بيؤدي إلى إفراز هرمون معين الهرمون ده بيبدأ يدي الجسم إحساس إنه مازال في الدورة مازال في هرمونات الدورة اللي في المص مش الدورة اللي بتنزل فيها الدم لأ في الفترة اللي في المص اللي هي بتكون فيها الدورة ويفضل الجسم فاكر إنه بيكون دورة ويفضل يكون دورة ولكنه مش راضي ينزلها عنده اضطراب في الهرمون التاني المسؤول عن نزول الدورة يعني إيه؟ يعني من الآخر يعني اضطراب هرموني بسيط تمام؟ من أهم الأسباب اللي ممكن تعمل كده من أهم الأسباب اللي ممكن تعمل اضطرابات في الدورة الشهرية زي ما قلنا مرض تكيس المبيض ومن أهم الأسباب أيضا مرض أو ما يسمى به زيادة هرمون اللبن يعني الموضوع كده بسيط آه إن شاء الله الموضوع بسيط تأخر الدورة والتربطها لا يعني بالضرورة إن في مشكلة كبيرة في حالات ولكن حالات قليلة جدا 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 اللي بيحصلها ما يسمى بريماتيور فيرين فيرير أو لقدر الله فشل في أداء الوداء الوظيفي للمبيض ودي حالات ندرة جدا جدا وهذا لا يعني إن كل بناتنا عندهم هذه المشكلة طيب إيه الخطوات اللي ممكن نقوم بيها في حالات تأخر الدورة واحد يعني واحد نين ثلاثة كده هو ألف فيه زي ما بيقولوا إننا هنغزي البنوتة دي هنغزي الأم دي هنغزي السيدة دي تتغزى كويس جدا جدا نطلب منها أن تشرب سوائل كتير جدا نشرب مية كتير ما تنساش المية زي ما كانت بتنساها قبل كده نطلب منها أنها تمارس حياتها وتمارس الرياضة بتاعتها بشكل طبيعي وإنها لا تنتظر نزول الدورة ليه لا تنتظر نزول الدورة؟ ليه من أهم أزاب التراب الدورة إنها بتكون ألان آه لأن الاسترس هو من أهم العوامل اللي ممكن تؤدي إلى الترابات الدورة يعني بنشوفها كتير بصراحة يعني أنا مثلا في عياتي بشوف حالات كتيرة جدا جدا تكون سيدات أو عرائز جدا تتجوزوا وفي مرحلة الخصوبة وانتظار الحمل وإيه مش عايزة الدورة دي تيجي مش عايزة تشوف الدورة دي تاني نفسها تكون حامل يا جماعة فتبدأ إنها الدورة تتأخر نعمل اختبار الحمل مفيش حمل تيجي إنا أنا عملي دورتي ما تأخرت يا دكتور أنا دورتي دايما منتظمة دورتي دايما بتيجي في معادها دي دورة تتأخر دورة تأخرت علشان إحنا مجدودين دورة تأخرت علشان إحنا قلقنين الفترة دي علشان إحنا في لا وعي عندنا بنتمنى إنها ما تجيش يعني عايزة أقول إيه بالكلام ده عايزة أقول إن الدورة عاملة زي ميزان الدهب دورة عاملة زي المراية اللي بتقول لنا حالة جسمنا أخبارها إيه إحنا كويسين دورتنا بتيجي بانتظام وجميلة وألمها لطيف وبسيط والدنيا عندنا مستقرة كده ولطيفة إحنا قلقنين تعبنين مجدودين نتيجة ضغط عصبي امتحانات قلق انتظار حمل ضغوط من الآخرين حوالينا اضطرابات في الهرمونات اضطرابات في هرمونات الخصوبة اضطرابات في الهرمونات العامة في جسمنا لقدر الله أمراض عامة زي السكر أو الضغط أو مشاكل لقدر الله لها علاقة بتكيس المبايت أو اضطرابات هرمون اللبن نبدأ نقول إن الدورة هتبدأ إنها تتلعبط وتجينا زي اللمبة الحامرة كده اللي بتنور لما يكون في خطر وتقول لنا خلوا بالكم في علامة خطر ولازم نخلي بالنا منها ونتجه إلى الرعاية الطبية في أقرب فرصة ممكنة نتمنى النهاردة نكون قضاءنا كده طريق في قصة تأخر الدورة هنعمل إيه ونتحرك إزاي وإيه أهم وأشهر الأسباب لها لو ليكم أي استفسارات نتمنى أننا نشوفها وتشاركونا تجربتكو وتقولونا إيه كانت الأسباب الأشهر لكم لما الدورة حصل فيها اضطرابات وبدأت إنها تتأخر أو تلعبط في موعدها وإيه أكتر حاجة عملتوها ساعدتكو في انتظام الدورة وإنها ترجع تاني لشكلها وانتظامها الطبيعي ونتمنى نشوفكم ومشاركاتكم نشوفها على جروبنا أكاديمي الطبيباتي على الفيسبوك اللي هتلاقوا الرابط بتاعه في وصف الفيديو أو على صفحتنا على الفيسبوك اللي هتلاقوها برضو في الوصف ونشوفكم على خير لكم كل التحية من كل فريق العمل في طبيبتي ومني أيضا رهان الشال أخصائي طبوة جراحات النساء والتوليد وتأخر الإنجاب نشوفكم على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر